نظمت مدرية الصحة بضميات قافلة طبية في قرية جمصة غرب التابعة لمركز كفر البطيخ بضميات ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة كما تم خلال القافلة الطبية صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا موجودين النهاردة في اليوم الثاني على التوالي معروف أن جمصة البلد دي من القرى اللي بتشهد دايما إقبال كبير في القافل لأنها فيها تعداد سكاني كبير والمرضى اللي حضروا قبل كده القافلة على مدار العوام السابقة عارفين قد إيه الخدمات الطبية اللي بتتقدم في القافلة بتبقى خدمات مختلفة ومميزة القافلة الطبية فيها حوالي 12 عيادة تخصصية فيها كمان معمل متكامل فيها صيدلية متكاملة تم إمدادها بكل الأدوية اللي بتغطي تخصصات الطبية الموجودة في القافلة موجود معاي النهاردة في الصيدلية حوالي 150 صنف دوائي بيغطوا التخصصات اللي عندي احنا بنشكر الرئيس عبد فتاح السيسي اللي هو بعثنا قافلة طبية فقى كل شيء وناس محترمة على أعلى مستوى ده كثرة على أعلى مستوى وكل حاجة متوفرة ما شاء الله والعلاج تمان مجانا احنا سعداء بتشريف القافلة الطبية لبلدنا الحقيقة القافلة الطبية شاملة جميع التخصصات بتخدم أهلينا جمس شرق وجمس غرب بتخدم كل الناس وإحنا كلنا وقفين بنساعد أهلينا بنساعد الناس لنا تستفاد من القافلة بأكبر قدر ممكن اشتركوا في القناة